كشفت تعضو لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي النائب ماجدة التميمي عن استعانة الحكومة بتسع واربعين جهة اقتراض خارجية وداخلية لتخطية عجز موازنة 2019 النائب التميمي قالت في تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي أن أجمال الإنفاق في موازنة العام القادم بلغ 111 مليار وتسعمائة مليون دولار فيما بلغ اجمال الإيرادات النفطية والأخرى 89 مليار دولار و310 مليون دولار وضفت العجز في الموازنة بلغ 22 مليار و590 مليون دولار واشدد التميمي على ضرورة معالجة الاخطاء في الموازنة كلا تكون حبرا على ورق فقط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة